السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة احنا في زيارة المقام سيد عبدالقدر الشازل رضي الله عنه وارضاه بحي مين البصل بالجمرق باسكندرية والحي ده يعتبر من الاحيال قليلة جدا الموجودة في اسكندرية اللي محتفظة بنفس النسق المعمارية اللي كانت موجودة على ايام الخريب يعني تقدر تقول الاسكندرية الخدوية والمقام زي ما حضرتكم شايفين مبني على طرز مقامات ليبيا وده لان سيد عبدالقدر الشازل رضي الله عنه وجه من ليبيا وهو من زرية سيد عبدالسلام لسمر حسن الادريس رضي الله عنه وارضاه وجده يعني وسميه شازلي نسبة لانه كان بينشر الطريق الشازلي في اسكندرية وفي مصر عموما ولما شرفت به مصر كان في زمن الخدوي وزاع صيد صيد عبدالقدر رغم النوم من رجال الخفاءة كان يرفض الظهور وربما كان لا يبرح زاوية ومزيده الخدوي كان بيحبه الخدويين والأسرة العلوية كان عندهم حب الأهل البيت والصالحيين فاقطعوا الأرض دي ايته والزاوية دهياته والمكان اللي حضراتكم شايفينه إلا أنه رفض يتسلمه إلا بعد أن يسدد ثمنه وبالفعل تم تزديد التمن عاش فترة ليست بالقصيرة سيد عبدالقدر في مصر وضفن في الضريح وراه في نفس الضريح يعني ابن سيد محمد واستخلف من بعد منه سيد محمد الحبشي سيد محمد الحبشي من الشرقية من قلبة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ده الضريح بتاعه وضريح منفصل وأدبا منه ضفن عند قدم شيخه يعني لم يتجاوز شيخ أو لم يساوي في المقام وهو من مواليد الشرقية وينتهي نسبه المولانة الإمام الحسين ومرة أحد محب الرئاسة يعني سأل سيد عبدالقدر قال له مين الخليفة من بعدك قال له لو كانت بالغزب حتى بأنت ولو كانت بما يريده الله ورسوله والصالحين فهو الشيخ الحبشي وبالفعل الشيخ الحبشي تولى العرشاد وأذن بالعرشاد في سنة صغيرة جدا يعني معناها أنه كان ولهه في سنة صغيرة جدا وليه كرامة شهورة بسببها سميت ما انتهى في اسكندرية زاوية عبدالقدر على بسبب الكرامة دي أو على اسم الكرامة دي أو على أثر هذه الكرامة وهي أن القطر اللي كان بيروح مطروح ليبيا كان بيمر من هناك فسيد الحبشي خايف أن القطر يفوت وهو كان متأخ فسيد عبدالقدر وقاف له القطر القطر معرفش إيه ساب بتاع العطل يعني ومكان يكي ينزلوا مستوين مش عارفين فيه إيه لحد ما إياه سيد محمد الحبشي وركب القطر قال له طلع فاطلع فأدبا من سيد محمد الحبشي نسب الكرامة دية لسيد عبدالقدر الشازل الشيخون طبعا للمسجد روحانية تكاد لا تكون طراف أي مسجد آخر كمية هدوء غريبة يخليك من تشغعه استطلع من المكان ولزال المسجد ذاته محتفظ بالأعمدة والأساسات الرئيسية اللي بني بها المسجد في زمن الخديوي إسماعيل رحمة الله تعالى عليه ويرتادوا المصلين كان في حضراته ابتقام في الحضرة لكن مع الوقت مع أن الحضرة لسه موجودة لكن مع الوقت بالقضاء الأيال قال لعدد أبناء طريقة سيد عبدالقدر الشازل رضي الله عنه ورزاه إلا أنه مكان جميل جدا للزيارة